بالمناسبة قبل ما نروح للخبر التاني فيه اتنين حراس عندي عليهم علامات استفهام في الدولة اتنين حراس ايه؟ نخليهم تلاتة التلاتة دول كانوا حراس منتخب مصر يعني محمد شناوي رقم واحد مازال حرس مرمى منتخب مصر الاول محمد الشناوي محمد ابو جبل واللغز بالنسبة اللغز كبير محمود جد تلاتة دول حراس مرمى منتخب مصر التلاتة مش في افضل احواله التلاتة مش في افضل احواله ان شاء الله الامور تتحسن الفترة اللي جاية ان شاء الله معاهم محمد عواد ماشي بشكل معقول جدا وبشكل جيد مع نادي الزمالك وباقي الحراس اللي موجودين ومحمد صبحي ما بيشاركش بس يابك ورده من العناصر اللي بتحط فيه منتخب مصر بس هقف شوية عند محمود جد هقف كتير عند محمود جد محمود جد تقريبا لقى من نص موسم الموسم اللي فات مع انبيو كان متقلق جدا وكان من افضل حراس مرمى الدوري وكلام انه هيروح الاهل كلام انه هيروح الزمالك كلام انه هيروح ويجن الانجليزي وبعد كده راح المصري بعرض كبير جدا وحارس نتوسم فيه الخير جدا بس محمود جد في رأيه يقدم اسوأ مستواته على الاطلاق مع المصري الموسم ده انا مستغربه يعني انا متصور لمحمود جد مش متصور عن خيال يعني عشان هو فعلا امكاناته كبيرة جدا يقدم مباراة كبيرة جدا مع المصري حتى هذه اللحظة لا الاداء مش جيد انا اللي يشغل بالي ايه يشغل بالي منتخم مصر وده حارس من حراس مرمى منتخم مصر فالمفروض يعدل من وضعه سريعا جدا لحارس مصري كان محتمل يروح يلعب في انجلترا بس المستوى ده ما يلاقيبش حد في انجلترا ولا المصري انا بقول كده حبا في محمود جد عشان هو فعلا حارس كبير جدا كأمكانيات بس هم واضحا مش ملكس واضح يعني طيب